السلام عليكم اليوم السادس والعشرون من شهر التشرين الأول 2021 عقد اجتماع مجلس الوزراء بجلسة اعتيادية تصدرتها كلمات لسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تناول فيها مجمل أعمال الحكومة وكان هناك تشديد على أن يستمر العمل بمثابرة وجد حتى اللحظة الأخيرة من عمر هذه الحكومة توجيهات عديدة كانت في هذا الاجتماع من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء بعضها يتعلق بمشاريع خدمية للعراقيين مثل الطرق السريعة بين بغداد والحلة وأيضا توصيات بشأن الطريق السريع بين بغداد ومحافظة واسط وكذلك كان هناك توجيه بصدد مشروع داري هذا المشروع السكني المهم والأساسي الذي قدم عليها آلاف العراقيين العمل فيه مستمر وفي مراحل وشيكة إن شاء الله ستسفر عن توزيع هذه المساكن إلى العراقيين كذلك نوه باللقاء الخاص بقصار القامة الذي نشر وتجديد على هذه الشريحة من الناس الذين يعدون من ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم وأيضا مراعاة مواهبهم وأؤلاء لديهم مواهب وإمكانات يمكن أن ينتفع منها المجتمع أيضا كان هناك تجديد على دعم المشاريع الجديدة خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصحية بناء المستشفيات وغير ذلك وكان هناك توجيه لأمانة بغداد بمراعاة ومع المؤسسات الأخرى الحكومية الأخرى بمراعاة وتيرة إنجاز هذه المشروعات المهمة فيما يتعلق بمئوية الدولة العراقية تحدثنا سابقا عن هذا الموضوع هذا العام 2021 فيه ذكرى مرور مئة عام على تأسيس الدولة العراقية ونعمل في وزارة الثقافة على إنجاز حفل كبير يليق بهذه المناسبة وسيكون وشيكا إن شاء الله أعمال أخرى تستعاد مثل مهرجان بابل يستعاد لأول مرة منذ العام 2003 سيكون في يوم الخميس القادم إن شاء الله ووزارة الثقافة ومحافظة بابل عملت حثيثا على التخطيط لنسخة جديدة من هذا المهرجان المهم وله ذاكرة وتاريخ بالنسبة للعراقيين بما تعلق بالقرارات هناك قرار مهم لأمانة بغداد صوتها عليه في مجلس الوزراء وهو تخصيص ثلاثة مليار دينار عراقي إلى دائرة ماء بغداد لتأهيل وصيانة معدات تؤمن إيصال الماء إلى آلاف العراقيين في بغداد خاصة في جانب الكرخ وجزء من جانب الرصافة هذا الموضوع مهم حضر فيه السيد أمين بغداد وبيّن ظروفه لمجلس الوزراء واتخذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الصدد بتمويل هذا المشروع من أجل إيصال الماء الصافي ماء الشرب إلى العراقيين في وزارة الثقافة كانت هناك حقيقة عمل حثيث في هيئة السياحة على الفنادق المهملة بدأ هذا العمل منذ أشهر عديدة اليوم توجد باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بتقديم مجموعة من الفنادق المهملة والمعطلة لسنوات عديدة في النجف وفي محافظة بابل بأن تكون هناك فرص استثمارية لها وقبل شهرين تحديدا في الشهر الثامن شرعنا بهذا العمل في محافظة الموصل في حينها حينما عقد اجتماع مجلس الوزراء في الموصل نفسها وأيضا أخذت وزارة الثقافة هيئة السياحة الصلاحية تقديم فرص استثمارية على الفنادق هناك خاصة في الموصل المدينة عانت كثيرا من الهجمات الإرهابية وكان هناك فندق نينواء أوبروي وفندق الموصل أيضا متاح للفرص الاستثمارية أيضا اليوم صوت مجلس الوزراء على فرص استثمارية جديدة فيما يتعلق بفندق النجف وفندق بابل السياحي هذا مجمل ما قدم هذا اليوم في النقاشات والشكر جزيلا لكم